شوف البلد اللي بيتحارج النهاردة بيتكلم على ايه قدر يعمل ايه يحقق ايه فقالوا هنعمل ايه الدهب كمان مش عايزين صدرات الدهب مش عايزين صدرات الدهب بتاعة الروس هنفرض عقوبات عليها اللي هي اكبر بلد في العالم ده هيخلي اسواق الدهب تعمل ايه وازاي وفين طب بكرة بوتين رايح ايران هو واردوغان قمة بكرة ثلاثية مع رئيس الايراني رئيسي الكريملين بيسكوف المتحدث باسم الكريملين النهاردة قالك اقتربنا من توقيع معاهدة مع ايران ايه المعاهدة دي التعاون مش عايي تعاون حضرتك بما فيه التعاون الدفاعي في ايه حضرتك بما فيه التعاون الدفاعي يعني هيبقى فيه تعاون اه هيبقى فيه تعاون عظيم زي ما قالوا هم النهاردة مش احنا اللي قلنا مش احنا اللي قلنا الكلام ده هم اللي قالوا هم اللي بيقولوا هم اللي بيقولوا الوضع عندنا بالنسبة لنا ايه يعني هل الوضع النهاردة في مصر قادي قادي هو فبكرة عندك قمة موجودة في طهران بوتن بيجمع بوتن بيتحرك بوتن عنده مخطط خطة معينة مش هتراجح عنها شغال عليها هيعمل مع العدو اللدود لامريكا ايران اتفاقي الدفاع وبعدين رحلتين ايران قربت من انتاج سلاح نووي قربت اما بعد اسرائيل النهاردة بتهدب لشكل واضح رئيس الاركان الاسرائيلي بتكلم احنا بنا اعمل اجراءات عشان نضرب ايران في عشر مواقع نووية في ايران اسرائيل حطة عنهم عنها على العشر مواقع ويبدو انهم خطوا الضوء الاخضر من امريكا من زيارة جو بايدن اخذوا الضوء الاخضر ربما لبيت طلع رئيس الحكومة الاسرائيلية قالت احنا هندافع ومش هنسمح ايران انها تحصل على سلاح النووي طلع تاني يوم على طول رئيس الاركان قالك بنجاهز لضربة عسكرية محدش بيعمل ضربة عسكرية ويقول هاعمل الا لو خطوا اخضر وخطط وعارف هيعمل امتى المنطقة رايحة فين الى اين تذهب هذه المنطقة ماذا لو تم توقع الانتفاقية بكرة الدفاع وروسيا دخلت تدافع عن ايران مثلا اما افترض جدلا يعني يعني كلمة كده جدلا العالم هيروح فين دخلين على مخاطر اه دخلين موضوع مخلص الرئيسة والمبارح بيتكلم اول مبارح في قمة جده بيتكلم قدام الرئيس الامريكي الدول اللي بتدعم المرتزقة وبتساعد المرتزقة ولي 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 بتكلم على الميليشيات مين يعني بيعد عن مرتزقة يعني مين بيساعد مرتزقة يعني وميليشيات رئيس اتكلم وقال في حضور رئيس الامريكي ما هو احنا عارفين موضوع العنك يا تاجر يعني وتخلوا بالكم الحكاية دي تخلوا بالكم موضوع ده مهم انت النهاردة هنا ولا هنا ولا فيه رئيس عامل اجتماع مهم اشتركوا في القناة